موسيقى في الحقيقة منظمة الصحة العالمية كانت السبب وراء عودة القلق في الأسواق المالية عندما أعربت عن قلقها من انتشار فيروس كورونا خصوص مع ارتفاع عدد الحالات المصابة في الصين نحو 8000 حالة وهذا كله أصبح مقلق بالفعل الاقتصاد العالمي حتى أن الفدرالي الأمريكي يوم أمس ورئيس البنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي يوم أمس أشار في ضمن تصريحاته الصحفية إلى متابعة الفدرالي لتطورات فيروس كورونا ومدى انتشاره وهذا بالتأكيد أقلق المتداولي في الأسواق المالية العالمية وتسبب في موجة أرباح جديدة فيها إذا ما قررنا الآن حضرتك ذكرت الرقم 8000 حالة تقريبا في الصين هذا باعتبار أن الأرقام الصينية هي أرقام دقيقة وهذه أيضا نقطة تضع في الاعتبار الفيروس سارس أصاب 8000 حالة على مدار أكثر من عام على مدار عامين أصاب 8000 حالة ولكن في غضون أيام قليلة وصل فيروس كورونا الجديد إلى هذا العدد من الإصابات ما فعله سارس في أكثر من عام فعله كورونا ربما في أسبوعين هل هذا يدعو للقلق بشكل أكبر هل يمكن الأسواق أن تتفاعل بنفس هذه الوتيرة وتظل حالة عشائية المخاطرة المتراجعة مسيطرة على التدولات نعم لو نظرنا إلى ما حصل يوم أمس في مؤشرات الأسهم فربما يكون جواب لمدى تأثر الأسواق المالية في مستجدات فيروس كورونا لكن أود الإشارة بداية إلى مدى خطورة هذا الفيروس فرغم أن انتشاره سريع جدا لكنه لم يصل إلى مرحلة من المشاكل الصحية التي سببها فيروس سارس سابقا لكن لا يجب أن نغض النظر عن مدى سرعة انتشار هذا الفيروس والتأثيرات للفيروس ستكون اقتصادية أكثر من كونها صحية حتى مع أنه التأثيرات الصحية كبيرة له لكن أيضا هي اقتصادية حول العالم فتأثر قطاعات عديدة وإغلاق مدن كاملة فيها ملايين من الناس وتعطل حركة القطارات والسيارات وحتى الطائرات وإغفال بعض الشركات لأعمالها داخل الصين فلابد أن يكون لذلك تأثير مباشر على الاقتصاد الصيني بل أتوقع الآن أن نرى تأثيرات مباشرة على الاقتصاد العالمي لكن من الجهة الأخرى نلاحظ بأنه بمجرد زوال أي تأثير سلبي لتأثيرات الفيروس الجديد أو حتى أي تأثيرات سلبيا كانت اقتصادية أو سياسية تعود الأسواق المالية لتعويض كامل خسارتها وهذا ما شاهدناه يوم أمس من الارتداد الصاعد لمؤشرات الأسهم الأمريكية وعديد من المؤشرات حول العالم لذلك أعتقد بأن هناك قابلية لاستمرار الاتجاهات الصاعدة لكن فقط مع زوال القلق الذي قد يسببه فيروس كورونا حاليا وانتشاره الواسع طيب هذا القلق ربما أكثر مؤثر على النفط سيد ساركيس والنفط ورغم ارتدادها طفيفة في الجلسة الماضية عادة اليوم أيضا للتراجع برأيك ومع إلغاء الكثير من شركات الطيران لرحلات إلى الصين ونعلم رحلات إلى الصين جزء كبير من رحلات هذه الشركات شاهدنا تأثر أسهم إير فرانس وكذلك بريتش إيرويز وغيرها من الأسهم ولكن تأثيره على النفط إلى أي مدى الأسعار حاليا مسعر هذا التأثير أم أنه فقط أثر نفسي وليس متعلقا بحجم الطلب الذي يمكن أن يتضرر في الحقيقة هما تأثيران يتحركان معا لقيادة أسعار النفط فلا شك بأن انخفاض الطلب على النفط من الصين والذي يعتبر الاقتصاد الصيني الثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم فلا بد أن ينعكس أيضا على الطلب الحقيقي على النفط في الأسواق المالية لكن أيضا ألاحظ بين الحين والآخر نشوء مضاربات على شكل بيع على المكشوف وهذا أيضا ما يحفز الضغط الهابط على أسعار النفط لكن من جهة أخرى بعض الأنباء أصبحت تشير إلى أن منظمة أوبك وحلفائها ربما ستخطو خطوة خلال الفترة المستقبلية القادمة أما من خلال زيادة فترة خفض الإنتاج أو حتى عدم استبعاد المزيد من الخفض في الإنتاج من أجل السيطرة على الانخفاض في الأسعار لكن أود أن أشير إلى نقطة فيها بعض الأهمية وهي ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الذي شهدناه بحسب بيانات صدرت يوم من أمس من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتي أشرت لارتفاع حوالي ثلاثة ونصف مليون برميل بشكل غير متوقع بهذا الارتفاع وهذا يدل على انخفاض حقيقي في الطلب العالمي على النفط أخذنا أيضا بعين الاعتبار أن الاقتصاد العالمي لن يتحمل ضربات اقتصادية قوية لأنه في الأصل متباطئ وما لبثنا أن خرجنا من عام 2019 ودخلنا 2020 وكانت هناك بعض التوقعات المتفائلة تجاه نمو الاقتصاد العالمي لكن الآن مع فيروس كورونا والتوقعات السلبية له على الاقتصاد العالمي تعود حالة الضغط على أسعار النفط الأمريكي والتي من المتوقع استمرارها لحين ظهور أي مستجدات تؤكد أو تنفي أيضا فائض المعروض في الأسواق المالية حتى لا نكون قد أثرنا القلق ألا يشير أن الأرقام كلها فقط داخل الصين الأرقام المرتفعة لازلت نسب الإصابة خارج الصين ضئيلة حتى وطيرة التزايد فيها لا تأتي بنفس الوطيرة قد نقول عليها إكسبونينشها التي تحدث في الصين هي ليست موجودة عالميا هل هذا يشير لأنه يمكن احتواء الوباء بشكل كبير في الصين فقط حتى هذه اللحظة بالفعل الانتشار الأكبر هو داخليا في الصين والعديد من دول العالم حاليا تتخذ إجراءات أراها بوجهة نظري الشخصية أنها قد تكون كافية للحد من انتشار وباء عالمي كبير فالحالات الموجودة حاليا في الصين مرتكزة في تأثيرها على الاقتصاد الصيني ولا أشير إلى أن انتشار الفيروس حتى هذه اللحظة ربما سيكون انتشار وباء عالمي لكن لا أجد أيضا سبيلا لأن أتجاهل تأثيرات الفيروس على الاقتصاد الصيني الذي يمثل أكثر من 19% من الاقتصاد العالمي فباعتقادي بأن الاقتصاد الصيني مؤثر ولدرجة كبيرة في الاقتصاد العالمي حتى لو كان انتشار الفيروس داخليا في الصين حتى هذه اللحظة ترجمة نانسي قنقر